السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبة من جديد نازلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه أيها الإخوات الكرام نرضى هنتكلم عن أحلام ودلالات تشير إلى الزواج القريب بإذن الله تبارك وتعرى هذا هو العنوان أول رؤية معنا وهي رؤية السلاحف على فكرة أنا عملت فيديو على القناة قديما منذ سنين تفسير رؤية السلحفاء ويا سلام لما تكون السلحفاء دي في البيت كمان من أفضل الحيوانات اللي ممكن تشوفها يعني هي تلي رؤية الحمار أعزكم الله تخيالوا أن رؤية الحمار والسلحفاء من الحيوانات الجميلة جدا جدا فالرؤية التي تدل على الزواج وهي رؤية السلاحف عموما فهي تبشر بالزواج القريب رؤية البنت العزباء إن فيه شخص بيأخذ رقم هاتفها في المنام هذه الرؤية تبشرها بالزواج إن شاء الله رؤية الشاب الأعزب للسيارة البيضاء هذه الرؤية تبشره بالزواج إن شاء الله تبارك وتعالي شاب الأعزب حينما يرى الضريح في المنام هذه الرؤية تدل على الزواج رؤية حبوب الشباب مشهورة ومعروفة عند الشباب وطبعا حبوب الشباب اللي شوفها مين بقى هل بنت العزباء؟ ولا شاب الأعزب ما طبيعي مش بتتكلم عن الزواج؟ لا من الممكن إنها تكون كمان للمرأة المطلقة والمرأة الأرملة التي تصلح للزواج وحيانا ممكن تكون امرأة أرملة وتخطط ستين سنة وتشوف حبوب الشباب وأقول لها زواج إن بقى مرت إن شاء الله يعني كده بنهرج لما جي مثلا أولي الزواج للمرأة المطلقة أو المرأة الأرملة إذا كانت تصلح للزواج بخلاف ذلك الرؤية طبعا هي لها معنى تاني وأكيد طبعا المعنى ده خير بإذن الله تبارك وتعالي رؤية البنت العزباء للوجه الجميل تبشرها بالزواج رؤية الثوب الأبيض تبشرها بالزواج رؤية قراءة صورة الرحمن شوفوا بقى أي شخص يصلح للزواج أو يبحث عن الزواج لو شاف صورة الرحمن الرؤية تبشره بالزواج إن شاء الله تبارك وتعالي الشيء المزموم على طول الخط وهو الفيضان تخيالوا الفيضان للمرأة المطلقة زواج زي ما تكلمت زمان إن الوقوع في الحفرة لكل الناس مزمومة إلا البنت العزباء زواج ضربت لك مثال هنا وهنا ففي رموز بالنسبة لكل الناس بتبقى مزمومة إلا شخصية واحدة قد تكون محمودة وهذا بالفعل الذي أذكره لكم الآن فالفيضان مزموم لكل الناس إلا المرأة المطلقة الوقوع في الحفرة مزموم لكل الشخصيات إلا البنت العزباء واللي اتنين بيدلوا على الزواج اللي هو الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه تظرونا في النقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته